ترى هذه البداية تعادل أمام ممكن أن نقول يعني في بداية ممكن كنا نتوقع منها ربما الكثير في نفس الوقت وسط غياب محترفي اللي عجبني طبعا في البداية هي ردة فعلها لم يتعامل أهلاوين على الصعيد الرسمي يقصد إدارة ومدرب لاعبين مع هذه المباراة ووفقا لمعطيات الغياب والحضور بقدر ما تعاملوا معها وفي قيمة النادي بدلين أنه بعد المباراة التصريحات ما كانت راضعة على الأداء كانوا يبحثوا عن ثلاث نقاط عطفا على الفرص التي حدثت لكن أنا على الصعيد الشخصي طبعا ربما لي وجهة نظر تختلف خمسة لاعبين أو ستة لاعبين مؤثرين أجانب يغيبوا عن التشكيلة وتظهر لهذا المستوى وقدت تكسب نعم وقدت تكسب للمباراة مع فريق أيضا بيقابلك بكامل العدة والعتاد ويجيك أيضا من نهاية موسم مفرحة بالنسبة له لكن في النهاية كان الأداء بالنسبة لي راضي بالنسبة للأهل الفيصلي علامة استفهام كبرى يعني بداية ما هي مطمنة عطفا على الاستقرار على الجانب إلى آخره لكن بداية أيضا للأهل تؤكد بأن الأهل في ظل الأوضاع الجديدة مع دارتها مع مدربة مع جهاز لداري مع اللاعبين أيضا سيسير في الاتجاه الصحيح عطفا على ما حدث في الموسم الماضي خاصة أنه قابل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين بالنسبة لنادي الفيصلي مكتمل الصفوف تعادل ربما كان صعب بعد الشيء مقارنة مع المستوى الذي ظهر به نادي الأهلي كيف ترى هذه البداية؟ نعم هو تقدم ولكن حتى الإحصايات على فكرة الاستحواذ عدد التمريرات كلها في مصلحة الفيصلي لكن الفعالية في رأي كانت في مصلحة الأهلي برغم الإرباك أنه أنت تستعدين وفجأة تحرمين من عدم اللاعبين أنا أعتقد المدرب الجديد ترامزاني بحاجة إلى المزيد من الفاعلية يعني إحنا الفيصلي اليوم شفنا حتى الهدف الذي جاء كان بجملة حلوة ولكن أخطادي فاعية من الأهلي يعني لاعب وهو لاعب قصير يعني ليس لعب طويل مترو 75 طولة أنه يأخذ كرة هوائية من وسط ثلاث مدافعين هذا خلل في الأهلي الفيصلي بحاجة يعني إلى فعالية أكبر حتى ذكرنا بأيام شاموسكا أعتقد أنه يعني المدرب الآن ربما هي أول مباراة قدر يطلع على حال الكرة السعودية علي أن يصحح لأنه بالفعل عاد بنقطة ثمينة كان ممكن يضيع منها بالمقابل مدرب هاسي يعني أعطى فرصة لعناصر شابة يعني شفنا هدف جديد سجل الهدف فهذا يمكن يحسب له من ناحية ثانية في ظل يعني عدم تواجد المحترفين إذن